ازايكم يا جماعة معاكم دكتور محمد جال ودوقت هنبدأ نحن نحن مرات الوزارة questions تعال نبدأ عطول مع بعض بأول سؤال بيقولنا when a light ray falls on a reflecting surface يعني لو عندي يا مستر reflecting surface كده زي الميرور وجي light ray بيقع عليه أكيد يا مستر يحصله reflection تمام بيقولك اي بقى the light ray reflects with an angle at the end اما هو بيسألك عن angle فانت لاستمر ايه تحط النورمال لان احن قلنا ما بناخدش الangle مع surface دي خالص مش ده مستر داخل على surface فده بنسميه incident light ray ولو ده incident light ray اللي هو داخل على surface ده يبقى الangle ما بين النورمال لحد الانسل ده بنسميه incident angle طبعا الخطر في النص ده النورمال ايه شرطه ان يكون عامل angle 90 مع surface تمام يكون بيبندك على surface طيب the light ray اللي خارج من المراية بنسميه ايه يا مستر بنسميه reflected light ray والانجل بين النورمال والreflected light ray ده بنسميه angle of reflection فهو بيقولك الانجل اللي هاب بها reflect قد ايه من الانجل of incidence احنا في قوانيه reflection اتفعنا حاجة اتفعنا ان الانجل of incidence قد الانجل of reflection اللي اتنين قد بعض يا لو داخل مثلا هنا بسورة degree هيرفلكت هنا بكام بنفس سورة degree فتبقى equal to الانجل of reflection قد الانجل of incidence حلو الكلام؟ خلش يا عمى اتسأل لبعض black the common feature of electromagnetic waves electromagnetic waves زي مستر تتميز بايه؟ بالنهية don't need amity ممكن تمشي في الفراغ عادي ممكن تمشي في الفراغ عادي في الspace مش مهمة that all of them are visible لا مش كلهم visible ليه؟ لان احنا اخدنا الاليكتو magnetic spectrum مع بعض اخدنا اللي فيه منطقة في النص وهي ديه مستر بس الvisible region واللي هي بتتكون من ايه مستر؟ من seven colors ال red والورنج واليالو والجرين والبلو والإنديجو والviolet تحت ال red بتلاقي عندك ال infrared وفوق الviolet يا مستر بتلاقي عندك مين؟ ultraviolet بعد ال ultraviolet عندك اتنين ray X ray ومين يا مستر؟ وقاما ري تمام؟ يبقى عندك من الشمال هنا ري ري من هنا بقى يا مستر عندك ايه؟ عندك برضو اتنين؟ عندك المايكو ويف ومين يا مستر؟ والراديو ويف حلو الكلام يبقى من اليمين مايكو ويف راديو ويف وهنا X ray gamma ray حلو الكلام زي الفل زي الفل المنتقى اللي في النص بس هي ديه مستر شايف دي كده؟ دي ال visible region red orange yellow green blue indigo violet فيه مستر regions تانية انت مش شايفها؟ فالregions التانية يا مستر دي كلها invisible أصل برا منطقة ال visible فطبعا مش كلهم visible طبعا ومالقى يا مستر هاي كلهم عندهم نفس frequency؟ اكيد لا ليه لان احنا اتفقنا هنا ان يبقى عندك على يمين اكبر ويف لنس وهنا على الشمال اصغر ويف لنس كما تمشي للشمال الويف لنس بتقل كما تمشي اليمين الويف لنس بتزيد لو الويف لنس بتزيد يبقى كده الويف لنس بتقل فالفريكنسي بتزيد فطبعا كلهم عندهم frequencies مختلفة لان هما اقترين من اكتر من source هما اكتر من ويف لانهم اكتر من فريكنسي هاي كلهم same wavelength اكيد طبعا لا ده هما حتى كل color من ال visible حتى بيبقى عنده ويف لنس خاصة به طب كلهم عنده same velocity هو طبعا هي دي الايجابة الوحيدة تنفع ليه يا مستر؟ علشان هما بيعتمروش على ميديا معينة هو هنا معتب ان كلهم ماشيين فين؟ في ال space فال space ده يا مستر مش ميديم تمام مفروش ميديم فيا مستر بكل بساطة كده هما كلهم عندهم نفس ال velocity ليه كلهم عندهم نفس ال velocity لما بيتحركوا في ال space او في الفراغ كده كلهم بسرعة light اللي هي cam 3-10 power 8 بس هو السؤال ده المفروض يبقى دقيق اكتر من كده السؤال ده فيه ضعف في الدقة العالمية بتاعته بس ما فيش مشكلة نكمل على البعض when a light ray falls perpendicular on the separating surface between two transparent materials استنى two transparent materials ده material 1 وده material 2 light ray نزل perpendicular على surface perpendicular على surface معناه ان هو مع normal اللي هو النورمال اللي هو الخط ده تمام؟ نزل قد ده عمل angle cam عمل angle 0 هلو الكلام؟ طيب فبيقول لك ايه؟ عندهم different optical density in the two mediums عندهم densities مختلفة ماشي the light ray transfer between the two mediums اللي هي كمل كده طبعا هو هيكمل في نفس اتجاهه angle of reflection or reflection by camp 0 خلي بالك ان في طلبة كتير قوي 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 بتغلط في السؤال ازاي ده بتقول ان ده كده ما حصلش refraction ولكن لا احنا اتفقنا مع بعض ان refraction عبر عن ايد قلنا مع بعض ازاي افرق refraction عن reflection refraction بيبقى عندك light ray في نفس الميديم نفس الميديم بقى نفس السبيد انما refraction بيميزه ايه؟ انه هو different medium ف different speed طبعا مش دول different medium اه ففي different speed اه فيبقى يا مستر حصل refraction هنا حصل refraction بس بنقول عليه ايه؟ without division بدون يا مستر ما light ray يروح يمين او شمال من غير ما يحصل bending او انحناء او division light ray كل الطابة عارفة ان refraction هو light ray ما يكملش في نفس الميصري اما يروح يقرب النمر او يبر النمر مش شرط لو انت عندك light ray اتنقل من medium لميديم تاني يعني عارف يغير شرعته يبقى على طول يا مستر حصل refraction طب هو بس عن ايه بقى؟ بقى لك ايه اللي keeps ايه اللي keeps يعني مين هيبدل constant هالي wavelength لا ليه؟ معنى انت عندك different medium يبقى ايه اللي حصل يا مستر؟ different medium على طول يدي different speed ولو اللي speed اتغيرت يبقى على طول عندك different wavelength فالwave length طبعا مش هي ليه؟ لانه بص كده معايا من القانون حتى wavelength و speed و frequency wavelength يا مستر بتساوي speed على frequency هو نفس light ray اللي جاي من فوق هو اللي يكمل كده فال frequency عندك constant فلو frequency عندك constant فالwave length واللي speed directly مع بعض طبعا لو اللي speed اتغيرت او قلت فالwave length ايما هتزيد ايما هتقل اللي برضو معاها فطبعا غلط ال velocity طبعا غلط ليه؟ لان هو غير المaterial تعمل N اتغيرت عنده different optical density ال N اتغيرت يبقى اللي speed اتغير ايه ال direction طبعا اجابة صحة هو مغيرتش ال direction او فكمل في نفسي اتغيرت اقول ليه؟ لان داخل بانجل zero تقول لي يا مستر مقال perpendicular ليه مولتش الانجل ب90 الانجل مش ب90 90 ده مع surface عماخدش الانجل مع surface ما باخد الانجل ايه يا مستر؟ باخد الانجل مع normal طيب intensity اح ماخدناش لسه حاجة عن intensity طبعا؟ طيب ندخل مع بعض على السؤال اللي بعض if the velocity of light in air is كذا and the velocity of glass is كذا then the absolute effective index of glass equal came عاوز n ال glass طيب حالي هو انا مديني 2 medium مديني ال air و مديني ال glass إلا انا عارف عن air ايه يا مستر n بتاعتو ب1 وان ال speed بتاعتو cd ب3 في 10 power 8 طيب إلا انا عارف عن ال glass ال n بتاعتو ما عارفهش عاوز احسابها وال speed بتاعت ال light field بتاعتو ب2 في 10 power 8 طيب عاوز ابدأ احسابها انا لتلك احنا ماشي حافظين اي قوانين خالص احنا بنعملها كلاتها بالعلاقات الايه ال inverse والضايلة طيب فانت عارف تجيب n glass فهتعمل n glass على n air هتساوي معاك مين هتساوي معاك speed air اللي هي c يعني تمام على مستر مين على speed اللي في الجلس حاجة c بتاعت ال air على speed بتاعت الجلس او بلاش c كلش من تتخضش v air طيب n glass ده ان تمشي على ال n بتاعت ايه دي ب1 speed بتاعت area mister بكم او speed بتاعت light في ال air بكم speed 10 power 8 و mr speed في الجلس بكم 2 دي حاجة على 1 فمدهاش لازمة فتبقى كناة n glass على طول جاهزة فتطلع معايا بكم مستر احسب ديها الكاكريته وتطلع معاك n glass 1.5 تمام دي طريقة الطريقة التانية اهي 1.5 الطريقة التانية لو انت بقى عاوز تيمشي بقى على المسلسة تقولك اللي هو n equal c على v في حين ان c ده speed of light فين يا مستر in air وده speed of light برضو تمام in في الميديم وده ال in فتقوم قايا ال in glass بتساوي speed بتاعت light في ال air على v glass تطلع معاك 3 10 power 8 على 2 10 power 8 تطلع معاك 1.5 هل دي فيها مشكلة لا مستر وحلنبط رقتين اهو خش على البعض a light re falls and makes an angle 30 with the waterships بيعمل angle 30 مع مين انا حريب قلبي مع surface يا معلم وطيع ما قالك مع surface يبقى انت يا مستر بتلبس ليه؟ هو يا مستر ده كده water هو هو جاي من اين قال ولا ما قالش جاي يا مستر ما قالش جاي من اين يبقى جاي من ال air على طول لو ما قالش جاي من اين يبقى جاي من ال air ان ال air يا مستر became 1 ان ال water became 1.33 طيب بيقولك عامل angle 30 مع surface اول حاجة ال angle دي كده ما تصدقهاش تايك ال angle الصحة اخدها مع مين مع normal طيب النورمال ده بيبقى مويزاته يا مستر انه بيبقى عامل angle 90 مع surface 90 متاخ منهم كام 30 يبقى هنا كام يا مستر يبقى هنا 60 degree يبقى ال angle of instance بكام يا مستر ب 60 degree هل هو الكلام هل هو الكلام زي الفل طيب عاوز بقى ال angle of reflection بكام طبعا هو بالمنطق ال angle of reflection هتطلق ايه اصغر يا مستر كده كده من اين من ال 60 ليه اصغر من ال 60 اكيد مش دي ليه هتطلق اصغر من ال 60 عشان انت جاي من n صغيرة ال n كبيرة ففكة ال n تزيد هتلاقي ان ال angle عندك بتقل ان احنا اتفقنا مع بعض ان ال n ده هو مين الشريك المخالف بتاعنا طيب من هنا عاوز تحسبها سهلة بسيط قلتلك الراقات inverse بس يبقى انت يا مستر هتامعي n 2 على n الاولاني بتساهم معاك ايه sine angle اللي داخل بيها على sine angle اللي ايه هايقول بيها sine angle اولاني مع التاني طيب 2 على 1 تبقى وانا على 2 ايش احنا قلنا ال n في الشريك المخالف تانا inverse مع اي حاجة طيب بالن التاني بكام 1.33 والن الاولاني بتاعنا ب1 sine angle ده داخل بيها sine 60 وال sine الانجل التاني انت مش عارفها بكام طيب بتاع من الكروس 2 فش بعض multiply divided التالت فتبقى sine سيتا 2 بتساهم معاك مين يا مستر sine 60 في 1 يبقى ملهاش الاسم تكتب في 1 على 1.33 طبعا الرقم اللي هيطلع لك من هنا ده مش الرقم الحي طبعا تجيب الانجل شخصيا انت كابا بتجيب shift بتجيب ال sign عشان تجيب الانجل شخصيا لازت دم ايه shift sign لازت دم ايه shift sign للهيصة دي sine 60 على 1.33 تطلع معاك بكام يلا بينا نشوف كده shift sign لل sine 60 على 1.33 تطلع معاك ب40.63 40.63 40.63 اهو فينها اهي 40.63 دنيا تمام عملت ايه بكورسة مديك الانجل الاوانية مديك الانجل التانية لا مديك الاني التانية والاني الاوانية مديها لك لو مش مديها لك اعتبرها ايه هتطبق سنيلز لو لو انت عارف ايه اسمه يعني وتبدأ تشتغل مش عارف اسمه تبطبق القانوني inverse وتشتغل تمام طب منك angle of affection جبتها له الانجل دي تمام تتأكد من ايه صح مش الاني زادت يبقى الانجل هتقل قلت يا مستر فانا يبقى الصح خش على السؤال قال لي بعده a glass slab of sickness 16 سنتيمتر حيث تلوح عزاز الطول بتاعها او التخناء 16 سنتيمتر I'll write a fall on the upper surface with an angle of incidence 40 داخل يا مستر على the upper surface with an angle of incidence كام 40 degree حيث طبعا لو هو جاي من ال air للglass يبقى مبدئيا ايه اللي حصل يا مستر جاي من n by one دي قليلة جدا ال n by one دي حسنا اصغر واحدة هو ال inner air لأن اكبر منها شوية فكد يا مستر الانجل هتقل فتلاقي ان هو بيقرب من النورمال لأنه كده بيقرب من النورمال ثم بقى كده يجي يخرج من هنا طبعا نعاوزين نشوف بس هو يخرج ال air ثاني ولا لا فابقى لك if the absurd effective index of glass the absurd effective index of glass the absurd effective index to glass بكام 1.67 هلو الكلام حالي the angle of emergence the angle of the emergence هيخرج تاني خلاص هيخرج بالباين ليه يا مستر اتفقنا مع بعض على حاجة لو جاي من air لجلس ل air ثاني اول حاجة قلتلك الميدل ميديم ما لهوش اي لازمة وده اتفقنا عليه في فيديو الشرح ان الميدل ميديم ما لهوش اي لازمة وساعتها اثبتها لك قلتلك لو انت عاوزت تجيب الانجل دي بس نيل هتعمل حرف زد هتجيب الانجل دي كان بس نيل هتطلع معاك داعي يعني ايه؟ يعني انت ممكن كنت تتعملها ازاي مستر تبدأ ترتبط قلونو الانت PERM یہ مستر دخل لكن مش عرفها بكامل كوس ملتبكيشن تطلع معك سيتوب كامل مستر بالشفت سين لسين فورتي على 1.67 واشوفها تطلع معي بكام اعمل يا مستر شفت سين لسين فورتي على 1.67 تطلع معي 22.6 ليه 6.4 يعني طيب ما اختارها ده دي مين يا مستر انجل اللي جوه هنا دي اللي مستر طلع معي بكام ب22.6 طبعا ده وده حرف زد فيبقى دي كمان 22.6 تمام اعمل ايه بقى اطلع الانجل اللي برا اطلعها ازاي تطبق سنل تاني ان تو على ايكول سين سيتا 1 على سين السيتا التاني طيب الان اللي هتخرج لها لايه الان اللي انت كنت فيها الجلس ماشي ايكول مستر سين سيتا 1 داخل بكام داخل بسين 22.64 على السين سيتا 2 كروس مرتبكيش من هنا فتبقى معاك السيتا 2 شخصيا بشفت سين لقيها مستر 1.67 في السين 22.64 تطلع معاك نفس الاربين هي هي تمام؟ هنا اثبتها لكو بس هو ما نقولتك ايه لو هو جاي من ميديم وراح لميديم تاني ورجع نفس ميديم فالانجل اللي داخل بيه في الميديم هو نفس الانجل اللي يخل بيه تاك الميدل دا ملوش ايه اي لازمة هو كده كنه جاي من الاير للاير يبقى نفس الايه نفس الانجل داخل بيه هو اللي يخل بيه هلو الكلام؟ هلو يا مستر خلش معي هنا بيولي ايه انكليند يعني معناه يا مستر مدخلش نورمل داخل بزاوية تمام؟ يعني فيه انجل يدخل بيه يعني معناه يا مستر ان فيه انجل هيعمل بيها ريفركشن طيب هو عموما واقع على الواتر سيفس يبقى ما قالش هو جاي من ايه يبقى جاي من الاير رايح على الواتر الاير ده يا مستر اقل لان الان بتاعت الاير دي بوان طب الان بتاعت الواتر بكام؟ 1.33 هلو الكلام؟ يعني يا مستر ان كده بتزيد ولا بتقل الان من 1 ل1.3 الان بتزيد ولو الان عندي بتزيد فالانجل عندي لازم تقل ده احنا اتفقنا عليه مع بعض فبالاك زلايت ريه هيحصله الفاكتس اويف منهم لا طبعا لا طبعا الانجل هتقل فهتلاقي انت بتقرب من النورمال ريفراكت تورد النورمال اويف من النورمال لأ تورد النورمال صح بيقرب من النورمال ليه لان الان زادت 08 يا مستر ان زادت بص لو انت مش حافظ الاركام انت هام حاجة تحفظ رقم الاير داب وان وتقعه في النوع اصغر ان لو من ال لأي حاجة تانية فالان بتزيد لان الاي ميديم تاني الان بتاعته اكبر من وان طيب ريفراكت ستانجنت لأ دي لسه تاخدها قدام يا صاحبي هتاخدها قدام او لو انت يعني شفت فيديو كيتيك الانجل فانت خلاص مية مية ريفراكت عن سلف لا طبعا مستحيل ريفراكت عن سلف ليه مثل المستحيل ريفراكت عن سلف لان بكل بساطة هو مش نازل نورمال ومن نازل زي نازل انكلاين انكلاين يعني نازل بزاوية طب خش عسئلة بعض The light velocity changes to the phenomenon of ريفراكتشن طبعا ريفراكتشن لا ليه ريفراكتشن لا لاني كان بيبقى في سيم ميديم ولو انت في سيم ميديم مستر يبقى انت عندك سيم سبيت طيب الريفراكتشن طبعا اه ليه لاني انت عندك هنا ال different ميديم ولو انت عندك different medium فانت عندك different سبيت فطبعا السبيت هنا بيتغير الدفراكتشن لا بيبقى مجرد change في ال direction وبيحصل فين يا مستر؟ بيحصل في سيم ميديم فالسيم ميديم يبقى انت عندك في الاخر ايه يا مستر؟ سيم سبيت طيب interference لا ده يبقى تداخل ما بين two waves تمام؟ وده برضه بيحصل في سيم ميديم فانت يبقى عندك سيم سبيت فيبقى بكل بساطة مين الوحيد يا مستر يبيحصل فيه تغييف السبيت؟ الريفراكتشن مش والانتفيرنس والدفراكتشن ولا يا مستر الريفراكتشن خشها ستسأل لبعض an instant light 3 makes an angle 30 with the surface مع السيرفس خلي بقى افقى ميرور طب ماشي ارسم الميرور بتاعتي كده وفي light 3 داخل عامل angle 30 مع الميرور اول حاجة تعملها تحط النورمال وتقوم ايلي انها واخدش الانجل دي النور بعمل angle 90 مع السيرفس ال 90 متاخر نور 30 بقى الانجل الصح الانجل تعتى الانستانس بكام؟ بسيكس ديجري فبقولك زل زي angle of reflection بكام؟ طبعا angle of reflection بتبقى add the angle of instance الانجل of reflection add the angle of instance ومن هنا يبقى angle of reflection بكام بسيكس دي مش بسيرتي يا بطيخ مش بسيرتي ليه؟ السيرتي دي مع السيرفس ما بتاخدهاش دي انجل غاك بتاخد انجل الصحة منين يا مستر مع مع النورمال طبعا ما بين النورمال وما بين اللايت ريف فيبقى دي الصح طبعا يبقى دي المسترحة ترفيكس دي بسيكس دي هل كده تمام؟ الانجل of reflection add the angle of instance الانجل of instance الانجل of instance صحة جبتها ازاي؟ اني دي كلها بـ 90 متاخد منهم هنا 60 متاخد منهم 30 مع السيرفس يبقى الباقي الانجل of instance الصحة بكام بسيكس ديجري طبعا خوش يا مسترى السؤال اللي بعض اللايت ريفوز perpendicular of reflecting surface the angle of reflection equal كام ده reflecting surface اهو حلو الكلام واللايتي نازل perpendicular نازل perpendicular اسمع بقى فنازمي بندكر كده يبقى عامل الانجل 90 مع السيرفس طب والنورمال فين ده النورمال بتاعك هو؟ يعني هو نازل على النورمال مزبوط يبقى الانجل of instance become Mr. zero لان هو كده نازل على النورمال طيب فيبقى الانجل of reflection become angle of reflection add the angle of incidence بزيرو زيها وده يا مستر حالة تفعلنا عليها اللي ايه؟ حالة reflect on itself حالة reflect on it ايه؟ on itself وتطلع معايا Mr. angle of reflection add the angle of instance اللي اتنين بزيرو اوعى تقولي 90 لان انا بقش الانجل مع السيرفس حبي بقلبي تمام؟ 30 و 60 غلط عارف انت كان امتى يلاخبطك؟ لو كان سألك عن مين يا مستر؟ سألك عن الانجل of deviation لو قالك الانجل of deviation بكام تقوله 180 ديجري ليه تقوله 180 ديجري لان هو نازل كده ثم بقى هيريفوك له هيتطلع كده الانجل بين هنا الانجل هنا كام 180 ديجري دي بنسميه الانجل of deviation هو مستر كان نازل كده وبقى كده فالانجل ما بين الاثنين دول كده هيبقى كام 180 ديجري ماشي؟ اهو طيب خش يا عم على السؤال اللي بعد refractive index of glass equal 1.6 and the absolute refractive index of water equal كده ذا نزلت refractive index بين glass والwater بكام؟ اسمعني بقى ايه refractive index ده؟ قلتلك اللي هو حاجة ان حاجة هو جاي من glass للwater فانت بتكتب glass تمام؟ وبقى كده حرف ال N وبقى كده water قلتلك بتبقى عم بتكتبه ازاي؟ هل انت بتحفز قوين؟ بتاكد تاخد التانية على الاولين يبقى ده مستر بيساوي ال N-water على N-glass N-water بكام مستر ب N-water 1.3 N-glass بكام ب 1.6 ارزع الكاريكليتور يا صبار يا جميلة ويطلع الاجابة كام؟ يالله بينا يالله بينا 1.3 على 1.6 تطلع معي 0.8125 0.813 اهلا تمام الكنان؟ زي الفلد؟ عاوز Relative Refractive Index Relative Refractive Index يقوم بين ال 2 mediums تكتبهم بالترتيب glass water يبقى glass N-water تاخد التانية على الاولين N-water تطلع معك الإيجابة خش معك المسر اللي بعد When I light transfer some water to air خلي بقى لك N-water ده بأكبر من 1 هو في الحقيقة 1.33 3 بس احنا نقول N-water أنا معرفش بكام طيب N-water ده معروف ده معروف مستر نوع ايه؟ ال N-water وده أصغر N موجود في الدنيا أصغر N في الدنيا طيب فهو بقى لك إيه اللي هيحصل لو جاي من water للإيه؟ جاي من water للإيه؟ يعني N كبيرة ل N صغيرة يعني إيه جاي من N كبيرة يعني ال N بتقل وإحنا عرفين N ده الشيك مخالف يعني لو ال N يا مستر قلت إيه اللي يحصل speed هتزيد wave length هتزيد angle هتزيد بس كرة بس كرة فبقولك it's velocity decrease غالط طيب ال velocity decrease غالط ال velocity increase صح and reflect away from normal يعني إيه reflect away from normal يعني أنجل بتزيد صح جدا إجابة دي يعني السرعة بتزيد والأنجل بتزيد لأنجل لو زاد هيبعد عن normal velocity increase reflect toward normal لا reflect toward normal يعني هيقضب من normal يعني أنجل هتقل لا ومستر لما ال N بتقل ال speed بتزيد والأنجل كان بتزيد فالspeed هتنكريز وهي reflect away from normal هيبعد عن normal أكيد طبعا طيب خش يا عم على السؤال اللي بعض بيقولك A two media A and B if the velocity of light in the two medias is كذا وكذا respectively فعور أنجل the angle of instance A equal 40 ومديك speed A يا مستر بكام ب 2.5 في 10 power 8 هلو ومديك speed B بكام ب 2 10 power 8 جميل مديك الأنجل في A يا مستر بكام عوز الأنجل B عيوني طيب ومشان أنت عارف أن بكل بساطة ال N inverse معي حاجة أن N2 على N1 بتصير معك إيه sine theta 1 على sine theta 2 والأي برضو بتصير معك إيه N2 على N1 inversely مع ال speed speed 1 على speed 2 inversely برضو مع ال ويفلنس ويفلنس هنا ويفلنس 2 طيب ده قول إحنا أخذناها مع بعض أيها مستر هو ده قولنا إن دي ريشيو ال inverse أنا عارفه هو هنا مستر ما بيلديني ما بين speed وأنجل speed وأنجلهم ممكن أركز على الحيطة دي فلايهم كلهم ضايت لفكر speed والأنجل والويفلنس كلهم ضايت مع بعض طيب لو كلهم ضايت مع بعضي أفيل A على أفيل B هتصير معي من sine theta A على sine theta B طيب أنا عارفت منين نهار من ريشيو ما بديك من الحاجة 2 من الحاجة 2 فتطلع speed A 2.5 في 10 power 8 وتحنا دي في 2 في 10 power 8 equal بقى معي sine الأنجل الأولية بكم sine 40 و sine الأنجل التانية بكم ما تعرفش هل هو الكلام؟ هل هو الكلام؟ عاوز تجيب دي يا مستر عادي الاتنين الفوش بعض cross divided التالت من أنت العاوز تجيب sine theta هتساوي معك كمية مستر sine 40 واقفة كده وتضرب من في 2 10 power 8 واقفة 2.5 في 10 power 8 طبعا لو أنت حسبتها كده يلا بينا اهو في جم وزين 40 تطلع معاك رقم خزعبلي تطلع معاك sine theta بيساوي كم؟ 0.5 1423 طب أكيد يا عاما أنت مش عاوز الإجابة دي ودي مش هتلاقي بالاختراط أمري يا مستر أنا عاوز theta شخصيا theta شخصيا هو shift sine للهيسر دي كلها او shift sine للرقم ده 1423 1 4 2 3 او يعني 1 4 2 3 تطلع معاك shift sine للانصر تطلع معاك 30.94 30.94 يعني 31 طبعا عشان طبعا ليه الابوكسيميشن احنا عملناه مع بعض يبقى عام السؤال جميل جدا 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 طيب فيه ناس ممكن تفكر ان ايه تعمل ايه من ده تروح تجيب الان انا بصراحة هعملها لك كده بضو علشان للناس اللي ايه اللي عاوز هتطمن فهعملها لك كده بضو الناس هتقولك ايه انا من هنا هروح يجيب الان هتبقى n ال b على n ال a تسيروا معايا سبيد ال a على سبيد ال b يشترون ما انفرس فمن هنا هتعمل ايه n ال b على n ال a هتسيروا معاهم 2.5 في سبيد ايه في 10 باور 8 على 2 في 10 باور 8 هتطلع معاك 1.25 بعد كده هتعمل ايه بقى تقولك خلاص n ال b على n ال a هو انفرس مايه حاجة بتساوي ساين السيتا a على ساين السيتا b تمام وده هتطلع معاك بواحد وربر فيبدأ يشتغل يقولك ايه انا اخو برقوز ايه خلاص كده ساين السيتا a اللي هو ساين سيتا a اللي هو كام سيتا ايدا اللي هو بفورتي على ساين سيتا b اللي انا مش عارفها بكام بتساوي واحد وربعة فتبدأ تمام تعمل اتنين دول بالانفرس كده فتقوم تلعبا ان السيتا b بتساوي كام shift sign او براش براش النط دي من راحت بدلها واحد واحد بتساوي معاك ساين فورتي على واحد وربعة بتساوي ساين سيتا b ثم بعد كده تعمل ايه بقى مستار اشتجيب السيتا b السيتا b عادي جدا تقدر تعملها ازاي shift sign تمام على كام على واحد وربعة اهو فتتلع معاك السيتا b مستار بكام من هنا يلا بينا عاكتكتو مع بعض shift sign واحد وربعة هلا shift sign sign 40 على واحد وربعة سيرتي بوينت ناي سيرتي وان يا عم بالجلعة مني تمام؟ هل دي في اي مشكلة؟ دنيا تمام معاك زي الفل؟ ماشي خش عا سؤال لبعض a light ray transferred from water to glass ماشي فبيقولك استنى كده light ray كده جاي منين؟ من الووتر لغلس ماشي داخل يا مستار بكام؟ فبيقولك الووتر برفكتف اندكس تمام؟ بوان بوينت سري والجلس بوان بوينت فاي فاي فبيقولك if the angle of instance is 60 ماشي عاوزة كده angle of reflection بكام؟ بسيط n2 على n1 equal sign الانجل الاولاني على sign الانجل التاني طب من هنا يلا الان التاني يا مستار انت رايح للجلس ده الميديم اللي كنت في الاول في الووتر وده مستار رحت للجلس يبقى التاني هو الجلس 1.55 على مستار انت كنت فيهين في الووتر 1.3 equal sign angle الاولاني اللي انت كنت فيها في الووتر sign 60 على sign التاني انت مش عارف اعخذ اتنين الفوش بعض multiply divide ثالث بدأت له معي sign theta بتسيره معي كام sign 60 تمام؟ 1.3 على كام يا مستار ركز بقى معي على 1.55 طيب ازاي اجيب c تبقى شخصيا shift sign يبقى من shift sign للهيصة دي اللي هي sign 60 تمام؟ 1.3 على 1.55 لما اعمل shift sign للهيصة دي هتطلع معي بكام؟ يلا بينا نشوف ما بقى shift sign sign 60 1.3 على 1.55 تطلع معي بكام بقى مستار 46.58 يا ولد يا ولد على الشغل العالي وانت بقى مجبولك معي صبارة شغال ايه؟ جمالان السؤال حلو ولزيز وجميل وتعويض مباشر يعني حاجات حلوة اسئلة جميلة يا جدعان مزي الاسئلة انا بديها لكم دايما العادي اسئلة سهلة دي يا جدعان مشكلة دي ماشي خش على السؤالي بعض in the opposite figure what is the angle طب انت عارفتي ايه؟ ماشي the angle that mirror rotates until the right 3 reflect on itself عاوز يعرف ألف الميراية قد ايه؟ علشان الليتي reflect on itself طب عشان تخلني الليتي reflect on itself محتاج تعمل يا مستر محتاج ان الليتي بقى نازل البربنديك على الميراية ينازل بانجل 90 مع السيرفس اللي هي انجل يا مستر بكام بزيره باس ان هو هي reflect on itself يخلي الangle of friction بزيره طب هو هنا داخل يا مستر على السيرفس بكام ركز بقى معي؟ ركز معي ندخل مع السيرفس ب40 يبقى الangle of instance الحقيقي عندي هنا ب50 طب انت محتاج بقى تعمل ايه؟ محتاج الليتي ده يجي كده محتاج الليتي ده يجي كده صح؟ فانت ممكن ترفي light ray 50 degree للمين بس هو يعمل مش عاقل هو عاوز يا مستر ألف الميراية قد ايه؟ طب انت عشان ترفي الميراية قد ايه وعاوز الليتي بقى ده ميراية لازم يتبقى كده ده يبقى شكل الميراية بايس ينتب ايه؟ ميراية طب بحيث لو دي ميراية ركز بقى معي؟ ركز معي ميراية معنا ان الangle ميراية متاخ منهم هنا كام يبقى حتى الباقي دي كام مستر 50 degree فانا مبدئيا لازم ارفي الميراية كام 50 degree 50 degree بانا اولا اشتر بال 40 و اشتر بال 40 واخلي نفل 50 طيب هلفل 50 ازاي يا مستر؟ هلفها ازاي؟ هلفها كده 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 وان الله عليك يا مستر شغل عالي ازاي؟ تعال مافرم تش اتجاه الله بص واحدة واحدة علشان يرفل 50 اوه لاسل البربنديكا لاسل اللايت 3 بقى نازل البربنديكا على ميراية تمام؟ كده دمك كده طيب فانت يا مستر علشان تنازل اللايت 3 البربنديكا على ميراية ادي اللايت 3 اهو واد يا مستر الميراية محطوطة كده بشكل البربنديكا طيب البربنديكا معنا ان الangle تبقى ب90 دي المفروطي ام 90 متاخ منهم هنا 40 يبقى الباقي هنا كام 50 degree طيب انت محتاج تلف المية هيكا كده محتاج تلفها كده 50 بيلك في الاتجاه 2 ده لو انت لفتها كده لا المية هتلف كده مش عاوز كده ما انا عاوز ايه انا عاوز زيامسة لفه في اتجاه 1 بحيس المية تلف كده تبقى هنا مزبوطة فهتبقى الاتجاه اللف الصح هو الاتجاه number 1 ماشي خش يا ام عاش تقلي بعض when a light re falls from air on the surface of water at an angle of 50 then the angle of the fraction equal cam هو جاي من ال air للوط داخل بانجل cam يا مستر داخل بانجل 50 هيعمل angle of the fraction بكم اكيد مش ال 50 عشان ما تبقاش بتنجاني انت روحت عملت دي بقى انت كده بتثبت انك ايه انك بطيخة فيزيائية تمام ولا لك اي لازمة ولا لك اي علاقة بالفيزيكس ما تبقاش بطيخة فيزيائية بقى ما تبقاش بطيخة فيزيائية وما الايه يا مستر انا جاي من ال air اللي هو اصغر N في الدنيا تمام اصغر N في الدنيا للوطر مثلا اللي هو ال N بتاعته اكبر من ال 1 انا عاما ما بطيخ ومعرفش هو بكام جاي من ال 1 لحاجة اكبر من ال 1 يبقى كده ال N بتاعتك بتزيد ولو ال N بتزيد فالانجل تقل علشان ال N دا يا مستر مين الشريك المخالف بتاعك حلو الكلام حلو يا مستر زي الفل طيب فاكده تبقى ايه لزن 50 لزن 50 لعشان ال N نزالت فطبعا ايه الانجل تقل مو أضي بطيخها زي FR دا تبقى تبطختين حيش هنا بعبل بيقول كالته the opposite diagram represents او shows light ray passing through to.. media when the wave travels from medium A to medium b it´s a speed wheel اللي ال speed ييحصله ايه طب تعال هو هنا يا مستر الانجل او بس حتى اش 노력 نشاف قدامي رجب و هنا يا مستر عملها ايه اح ماشي هو كده قرب من normal عرب من النورمال يعني معنى ان الانجل قلت معنى ان الانجل قلت ده معنى ايه؟ إرجع لرايس كبير معنى ان الان يا مستر زادت ولو الان زادت فالان ده الشكل المخلف بتاعك بقى تعرف بقى منه ثلاث حاجات على طول ايه يا مستر تعرف ان السرعة قلت والويف لينس قل والانجل قلت فمستر بما ان الكربة سطأ هو مشي رفاكت ورد النورمال الانجل قلت يبقى على طول لو الانجل قلت الانجل قلت الانجل قلت يبقى الويف لين زادت ولو الان زادت فالسبيد قلت والويف لينس قلت والانجل قلت تمام الكلام يبقى هي ايه يا مستر دي كريز حلو كده زي الفل ماشي بالكده الساعة تانية نكون الحمد لله خلصنا جزء الأسئلة بتاعتنا كده واشوفكم ان شاء الله في أسئلك تانية كتير باي باي